السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقتكم السابع برنامجكم شرشيحني لنقد الصور اخترنا لكم اليوم موضوع وايد حلو وهو تصوير بالأبيض والأسود خلكم معنا لازلنا معاكم في بنته ننتقد ونشرشع هذا الصور قاعد توصلنا كل مرة اقول لكم هذا رأي الشخصي والألاف يعني كم ألف ممكن ألفين صورة حين وصلتنا حق الموسم كامل يسامحونا لما خذينا صورهم راح نبدأ الحين في شرشيحة ونغض هذه الصور خلكم معنا عندك صورة عجبتك وتبي تسويها لوحة عندنا غسم لطباعة صورك الخاصة بأي حجم وانت عندنا طرش صورة ايميل واختار القياس ونطبعها لك بسعر مناسب اجعل من ذك رياتك لوحة فنية بنتا لمنزل أكثر راحة أول صورة وصلتنا خلونا انشرشحة من مثل ما قلت لكم أحمر ملاحظات أخضر عجبني بالصورة الصورة هذه سياحية حلوة المصور في هنا غيوم لو تشوفون المصور بشكل حلو دخلي فريم معين وتحرك بحيث أن يكون المعلم الرئيسي بارز بالصورة دخلي أجزاء ثاني خدمت الصورة وايد مثل الجسر سواء لفريم حق المنطقة دايما اقول ان اذا في بحر خلي عندك طراد او فريم يدخل معاك بالصورة كملاحظة على الصورة ما في ملاحظات قوية او بارز حالة سوى انه ممكن التفاصيل او ما في تلزل بالسماء تكون اوضح اكثر ناخد الصورة اللي بعدها صورة وايد حلوة صراحة عجبني بالصورة الاضاءة طبيعية تمام في اضاءة طبيعية هني دخل على الموضوع عطتني ظلال وايد حلوة الريال قاعد يشتغل مندمج بالشغل الاشياء اللي ورا موجودة كلها مكونات تخدمت الموضوع دايما يدخلت في مقدمة الصورة شي يعطيها دبث او عمق ميدان اكبر يقوي الصورة مثل ما احنا شايفين مقدمة الصورة وايد وايد حلوة كنقضة او ملاحظة على الصورة انا شوف ان المساحة هذي كبيرة اللي خداها المصور في بداية الصورة ممكن اقتراح اني انا اقص من الصورة اخلي بدايتها مثلا بها الطريقة تمام حيث انه ما اخذ مساحة كبيرة ممكن الموضوع الرئيسي الريال اللي قاعد يشتغل ثاني شغلة وايد لازم تنتبهون لها اللي هي فتحة العدسة شوف اذا انت عندك تفاصيل معينة مثل الاماكن هذي ممكن اذا تطلع فيها تفاصيل حلوة ممكن اخذ وايد انجل اكتر السبع تعاش ولا ثمنتعاش وبعدين ازيد فتحة العدسة اساس اخذ التفاصيل اذا كانت مهمة تسلم ايدك صورة وايد وايد حلوة الصورة الثالثة عندنا الملاحظات الحلوة اللي عليها انه صورة بسيطة فيها شي قديم تراثي فيها انخلة فيها الشخص قاعد يمشي بسيطة الصورة وهادية كملاحظات عليها شويان وانا سوت لي الانخلة هذي بلوك على الموضوع هذا وهو قاعد يمشي هني يمكن هني من هني راح اقص شوي من الصورة عساس ان اخذ بس موضوع معين جرب مرات انك تتخلزوهم على الموضوع جرب مرات تطلع اوت مثلا بالتعديل اظن المصور كان بيعدل اللي هي بيخلي السمه شوي ناعمة فاثر على الانخلة لو تلاحظون هني خلني اشيلكم هذي الانخلة هني صوفت شوي ناعمة وهني شارب واضح فدايما بالتعديل نتجنب التعديل اللي يكون يمكن يخرب لي جزء من الصورة وتسلم ايدك الصورة من صراحة الصور وايد وايد حلوة هذا لما نقول ستريت وبلاك ان وايد اهو بلاك ان وايد حق انه يوصل لك مشاعر ويوصل لك لحظة معينة بالشارع فدايما يحولونها بلاك ان وايد الصورة هذي وايد صراحة عجبتني من احلى الصور اللي وصلتنا في مرات شغلات تناقضات تصير بالصورة شخصي مثلا امواجهينك وشخصي مثلا رايحين معطينك ظهر مثلا تشوف موضوعك الرئيسي اللي هي العيوز هذي اللي قاعد تمشي بويه الصورة وبكل افوية خذها المصور حلوة احلى شي بالصورة المطر اشان المصور خذها اي شي غامج رح يبين لك المطر تلاحظون هني المطر وايد وايد حلو معطي عدرامة حق الصورة اهم نفس الشي خطوط الاضاءات هذي كلها قاعد تصب في مكان واحد فاشوف الصورة هذي مميزة جدا ان كان في ملاحظة عليها ممكن انا اجرب ازيد الكنتراست حيث انها ما تكون رمادية خليها بلاك ان وايت يكون اسود اسود وابيض ابيض تسلم ايدك من الصور الجميلة اللي وصلتنا دايما اشوف ان انا هنا مثلا في مساحة من حمد اضن حمد الفلشاوي في مساحة هنا زيادة والموضوع كلها قاعد يتجه بهالاتجاه يا في بالي فكرة وانا قاعد اشوف الصورة قاعد اشوف مرات لما تطالع الصورة شفت هنا مثل منظرة قاعد اتخيل لو الشخص هذا مثلا انتظره لما يصير ويها هنا وقاعد يطالعني راح تصير صورة وايد قوية فانا اقترح بس قص من هالناحية هذه عساس انها لا اثر على موضوع الصورة ثاني شي اتوقع ان لو اتحرك حوالي المراية هذه يمكن راح يصير عندي موضوع اقوى وتسلم ايدك يا حمد صور مثل هذه اللي فيها تكرار دايما حلوة دايما حلو انك تحولها بلاك ان وايت غالبا انا افكر اذا كان فيه موضوع يكسر الصورة مثلا يكون فيه علبة مثلا نونها مختلف او مكان ما فيه علبة مثلا ممكن انه يكسر الموضوع لو تلاحظوا معي ويد انجل فصار عندي شوي ديستورشن بالصورة غالبا انا باللايت روم ولا بالفوتوشوب تقدر على طول تروح حق الديفيلوب بعدين تروح حق اللي هو اللينس كوركشن وتضغط على فل لاحظوا شو راح يصير معاي عدالي على طول اللي هو الديستورشن الموجود بالصورة فكليك واحد راح يغير لك الصورة تصير افضل واجمل تسلم يدك على هالصورة من الصور الجميلة صراحة بلاك ان وايت انا وايد احب بلاك ان وايت اتجرب ان تحول بلاك ان وايت اي صورة عندك ممكن تصير وايد حلوة ومو خسرا وانكلك اذا ما اعجبتك تقدر ترجع مرة ثانية حق الصورة الملونة اللي اعجبني بالصورة صراحة تكوينها موزون وايد حلو قلت لكم اي صورة فيها شغلات متكررة راح تكون حلوة مكان بسيط وفي شخص قاعد يشتغل منهمك بالشغل يعني مكونات الصورة وايد اعجبتني صراحة كملاحظة احس ان شوي فيها ميلان ممكن احنا نعدل ميلان هذا ثاني شغلة ممكن شوي اني انتظر تعابير معينة حق الشخص انه مثلا اهم شي بالصورة العين مرات فممكن يعطيني تعبير معين يفتح عينه او انه يسوي حركة معينة اخذ اكثر من صورة اذا كان الموديل المتعاول معك يقعد تصور لما يزفك وتمشي بعدين ممكن انك تاخذ صورة وايد حلوة هذه كذلك من الصور الوايد حلوة صراحة وصالتنا اتوقع يمكن لو يشارك فيه فيه مسابقات خاصة فقط بلاك ان وايت مثل المسابقات بلاك ان وايت فوتوغراف ورف ذير وجوائزها قوية اغلب المسابقات يدخل فيها محور البلاك ان وايت فا اتوقع هذي صور حق مسابقات وايد حلوة لو تلاحظون الشخص هذا قاعد يمشي بهالطريج وايد حلو صراحة المصور انتظر لحظة هني وايد حلوة ان اخذها حق المصور كذلك التدرج حق الضباب ممتاز جدا بالصورة تسلم ايدك اظن الانصار يارسلها لنا اذا كان من ملاحظة يمكن اذا كان الشخص هذا بدلا ما يطالع هني يطالع هني راح تكون شوي اريح الصورة يمكن يصير هالشي ويمكن هني يصير مثل التضاد ما يدري يروح يمين يروح يسار فاهم فكرة المصور في ارسال الصورة تسلم ايدك يا الانصاري الصور هذي تعتبر من الصور لما تقول ستريت فوتوغرافي ولا صورة الدكومنت اليو الصحفية هذي تعتبر صورة صحفية قاعد يتبين لك حالة شخص في مكان معين انت اول ما تشوف الصورة راح تعرف انها بالكويت غالبا بالكويت بسوق المباركية انها موجودة عندك لافتة تباييلك المكان او الحدث او الشي اللي انت فيه ثاني شي انك انت تقرب من هالشخص هذا اللي نايم مثلا بهالقرب هذا ممكن هو يقوم يطقك عزكم الله جوتية موجودة قريب فيها شوي انك تكون بايعها فغالبا اللي يحبون يصورون ستريت شي يبايعينها عدسة خمسين ويقرب ويدخل بأخلاق الموضوع فصورة حلوة يمكن اقترح بس ان يكون في قطو بالموضوع هني راح تصير الصورة يمكن احلى شوي تسلم ايدك مثل ما قلت لكم في بعض الصور لو تلاحظ تقرأ الصورة راح تلقى فيها اشياء تناقضات شغلات اول ملاحظة يمكن واحد يلاحظ انه شوي في ميلان هني بس لو طالق الصورة مرة ثانية راح تلقى انه لا الدرايش نفسها ايه صايرة سيدة بس الشارع ماير الثاني شغلة اللي هي الشغلات اللي اعجبتني لا تلاحظون فيه تناقضات وايد بالصورة مثلا عندكم ريال مثلا او هني ريال هني مرة هذي قاعد تمشي بهالاتجاه هذي قاعد يمشي بهالاتجاه كل شيء من اثنين لا تلاحظون ديريشتين مثلا نافذتين وهني فوق نافذتين هذي مفتوحة وهذي مسكرة حالاتها هذي بعد لا فاتحة اهو كانت تصير الصورة احلى فمرا تصيروا لحظة انت ما تحكم فيها بس فيها وايد اشياء ممكن ان تصالف عنها ممكن انها تكون قصة تسلم العيادي من الصور كذلك الجميلة اللي وصلتنا التدرج او الزاوية اللي فيها وايد حلوة اذا كان في ملاحظات على الصورة احس ان اهني اوكي خذيتك موضوع بس الموضوع اللي هو البنت هذي مثلا حسافة انها كانت مقصوصة فممكن انا انزل احط الكاميرا تحت اكثر وممكن اني اشيل الجزء هذا اكثر اذا ما كنت محتاجه عساس ان اركز على موضوع الرئيسي اللي هي هذه البنت تسلم الايادي تحويل بلاك ان وايت حلو طبعا من اقوى الفلاتر اللي حول بلاك ان وايت اللي هو عندكم بالفوتوشوب تقدرون تحويل بلاك ان وايت وهو بحر اللي هو نيك سوفتوير عندهم فلتر اسمه سيلفر افكت هذا وايد وايد قوي حق اغلب المصورين العالمين نستخدمون اسمه سيلفر افكت شارتها شركة جوجل من نيك سوفتوير صورة اهم وايد حلوة صراحة اعجبتني وحبيت اعرضها فيها مثل ما قلت لكم خطوط انك تنتظر الشخص او الموديل انه يكون فيه بقعة ما فيها ثلج وايد حلو عطتني كنتراست وتركيز على الموضوع اكثر لافتات هذي كلها كانت جميلة وتصب فيه صالح الموضوع تسلم ايدك من الصور الجميلة كذلك لو وصلتنا دايما نقول ركز بالكنتراست حق الصور عام بس حطيت كنتراست هنا و قلت له ميديم او تقدر تجرب حيث ان تكون الصورة بلاك ان وايت ما تكون تدرجات الرمادي ثاني شغلة بالصورة دايما ركز على فتحة العدسة انت شن تابي بالموضوع تابي تطلع الرجل هذا قاعد يشتغل في عنده مثلا تجارة او حرفة فحلو انك تزيد فتحة العدسة اذا كانت الاضاءة تسمح ذك اساس تاخذ اكبر قدر من الوضوح فهذا اللي كنت ابي اعرضه في هذه الصورة ملاحظتي الوحيدة كانت اللي هي هني الفوكس ما كان قوي او ما كان عمق الميدان قوي هذ ناحية هذي ممكن تزيد فتحة العدسة بس باقي الاشياء اللي هي المواضيع هذي المكررة هني الشخص نفسه قاعد يشتغل وايد حلوة بالصورة وخرجنا خلصنا ما اكو مجال نشوف باقي الصور مشكورين كل اللي ارسلوا صورهم معانا هلكم معانا ما خلصنا بعد ما تدخل الموقوع تقدر تبعث عن اي منتج تبي سواء تكتب اسمه او رغمه وضيف هالمنتج الى سلة التسوق اكتب بياناتك وتختار طريقة الشحن واختار طريقة الدفع سواء من جهازكم الكمبيوتر او من جهازك اليوم او اجهزتك الذكية نستمر معاكم في حلقة هذي تصوير الابيض والأسود عاده نتكلم في الحلقة الكثير قيد thank you أهم شيء عندك بالبلاك ان وايت الكنتراست او التباين يكون في مناطق مثلا ضد ما يكون في مناطق فيها إضاءة فالبولورايزر نفسا لما تحرك البولورايزر يعطيك تباين وايد قوي فأنصح في هذا الفلتر تكلمنا عنه بالتفصيل وأنواعه وشنو المفروض تشتري كفلتر بولورايزر في حلقات سابقة ممكن تراجعونها كذلك في فلاتر خاصة مثل فلتر أحمر فلاتر خاصة مثل انفرا ريد مثلا انت بتسوي تباين وايد قوي فالصورة يعطيك افكت وايد حلو اخترتنا لكم في هذه الحلقة برودكت او منتج انا شخصيا استخدمها اللي هو الكام رينجر الكام رينجر عبارة عن جهاز يخليك تستخدم او تتحكم كامل الاعدادات في الكاميرا طبعا كاميرات صغيرة حينها استغرب منها يحطون فيها هذه الميزة بينما الكاميرات الكبيرة ما يحطون فيها ما ادري ليش مع ان البودي ما لها كبير بس جهاز مثل هذا تكلمنا عن جهازين الموسم الفات شون تتحكم بالكاميرا انا شخصيا استخدم الكاميرا ينجر لان بعض الاجهزة تشغلك مكان الفلاش بس هذا الجهاز لا بس على اليو اس بي مع برنامج تقدر تتحكم بالكاميرا من الايفون او من الايفاد طبعا مثل ما احنا شايفين حين وصلتنا الجهاز مع الكاميرا اول ما رح تاخد عندك اللايف افيو اذا كاميرتك تدعم اللايف افيو عندك الفيديو عندك حتى المنو والفوكس او الاطوفوكس تقدر تتش اي مكان تاخذ فوكس على المكان اللي انت تتبيه ما اخذت فوكس مضبوط تقدر دابل كلك رح يعطيك وايد زوم على الشاشة بعدين تاخذ عليها فوكس فطريقة وايد حلوة في انك تاخذ الفوكس طبعا سرعة البرنامج استجابته تعتمد على الكاميرا نفس الشي على فوكسها و على سرعة استجابتها عندنا هنا نفس الشي على اوتوفوكس الاتش دي ار التايمر تقدر كل شي تسوي فيه مثل ما قلت لكم تقدرون الستاكينج انك تاخذ اكثر من فوكس حق الحشرات تعطيها امر معين وهي تبدأ تاخذ فوكس بالتدريج الاتش دي ار كذلك اللي يحبون يصورون لامد اسكيب تقدر تاخذ تعريضات متعددة خمسة او سبعة او عشرة كل مرة رح تاخذلك اضاءة معينة هذا تقريبا البرنامج نفس الشي اذا واحد يقول انا ما بي الايباد لامد اسكيب تقدر تحكم فيه بالايفون فيه برنامج خاص حق الايفون تقدر تحكم فيه كل شي الفوكس الوايت بلانس الايزو اكثر الاشياء طبعا فيه شغلات ما تدعمها بعض الكاميرات رح تلقى هنا يقول لك بالرمادي انك ما تقدر تحكم فيها عشان كاملتك ما تدعم هذا الشي من التصوير هذا هو البرنامج اللي كنت بتكلم عنه طبعا استخدامات عديدة حق الاجهزة هذي مثل اللي يصورون سبورت فوتوغرافي مثلا ممكن انك تحط الكاميرا هذي على القوريلا بود ترميها على الارض بحيث انه يمر مثلا دراجة نارية او لاعب او اي شي احصان مثلا في عندك ريس ممكن انك على طول يكون شابك الجهاز معه وتتحكم من بعيد عساس انه سلامتك على الايفاد او الايفون وما حتى مصورين الوايد لايف انا كنت استخدم سبعين ميتين مع الكاميرا كنت على طول اطلاحهم السيارة في كينيا عساس انه هناك ممنوع انك تنزل من السيارة وقعد تصور اسود فكنت اطلق الكاميرا نفسها اخليها على الارض لان دايما مستوى العين او الايفل يسمونها او تحت المستوى هذا راح تكون صورة مميزة مثل ما قاعد تشوفون صورة هذي نفس الشي انا منزل الكاميرا على الارض اتحكم فيها بالمونوبود وتحكم بالكاميرا من الايفون او الايباد فكانت اللغطات ممكن تكون غريبة وايد حلوة انك تستخدم هذا الاستخدام بالنهاية دايما لما تستخدم هذا الجهزة تأكد من الشغلات اللي هي مثلا شون راح تشحن الجهاز دايما انا افضل ان يكون الشحن حق الجهاز يكون اليو اس بي العادي او منيو اس بي اساس ما يكون فيه واير خاص ويضيع هذا الواير وتعال دور لك شحن حق هذا الواير فدايما انا استخدم هذا الجهاز اللي هو كاميرينجر ايه مع الكاميرينجر في قطعة سووها اسمها 360 هيد ممكن انت تاخذ فيه لقطات 360 تشبكه مع الجهاز تقريبا هذا اللي كنت بتكلم عنه بتحكم الكاميرا دايما حط في بالك كثر ما تريح نفسك بالستب وفي المعدات كثر ما راح تقدر تبدع اكثر مثلا تحط الكاميرا على الارض متحطها على اتراب حطها على مثلا غوريلا بود يمكن الشخص اللي مره الكاميرا راح يتشرع على الغبار والأتراب دايما نكون معاك شغلة حق الدست مثلا او الغبار انك تغطي فيها الكاميرا مع العدسة عساس تكون صورك انظف وتحافظ على معداتك تعطيك عمر اطول تقريبا هذه الشغلة اللي كنت بشرح عليها على الكاميرينجر خلقكم معنا شنب يقول مصور بلاك ان وايت كريس قامبت عن تصوير بلاك ان وايت ثلاث شغلات الاولى يقول ان الكنتراست is your friend الكنتراست صديقك دايما ندور الاماكن فيها مثلا تباين كبير عشان تصور بلاك ان وايت ثاني شغلة يقول لك اللي هو البولورايزر make it different انك تستخدم فلتر بولورايزر دايما اذا بتحول بلاك ان وايت الشغلة الاخيرة يقول لك silver fx pro is your friend اللي هو الفلتر اللي تكلمنا عنه من شركة نيك سوفتوير دايما يستخدم فيه تعديل البلاك ان وايت مبارك للفايز في الحلقة السابقة بكوبون بقيمة امية دينار مشترات من الموقع اي اي بي وورد الف مبروك توصلك الاغراض بالسلامة سؤال هذه الحلقة سهل تكلمنا عن جهاز يخليك تتحكم بالكاميرا عن طريق الايفون والايباد ماذا اسم هذا الجهاز تكتبنا الاجابة تحت في تعليقات اليوتيوب تقدر تزيد نسبة فوزك من المسابقة انك تكتب نفس الاجابة مرة ثانية تحت انستجرام اي اي بي وورد او انستجرام ماجد فوتوز طبعا تكتبون كلمتين وراء الاجابة اعطيكم العافية مشكولين عندكم اقتراح او ملاحظات على الحلقات تكتبونها لنا ونسعد جدا بهذه الملاحظات لا تنسى سبسكرايب وتنشر الحلقة وتعطينا لايك حق شبكات التواصل الاجتماعي يستفيد منها غيرك من المصورين شوكم على حين اشتركوا في القناة